في التطورات الميدانية في السودان قالت مصادر محلية إن قوات الدعم السريع شنت فجوما صباحا اليوم على سلاح المهندسين في أمدرمان كما هاجمت من جديد سلاح المدرعات جنوبية مركز الخاتوم كما قتل ما لا يقل عن 32 مدنيا وأصيب عشرات في قصف مدفعي للجيش السوداني على حي في مدينة أمدرمان أول أمس ثلاثاء وفقا لبيان لجماعة محام الطوارئ في حين قالت وكالة رويترز إن هذه الحصيلة هي الأعلى من حيث أعداد القتلى الذين سقطوا في يوم واحد منذ اندلاع النزاح أدانت اللجنة الربعية لدول المنظمة الحكومية للتنمية إيجاد المعنية بحل الأزمة السودانية أدانت بشدة الحرب الدائرة في السودان ودعت الأطراف المتقاتلة إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية وفي ختام اجتماعها المنعقد على هامش قمة المناخ الإفريقية في العاصمة الكنية نيروبي ذكر بيان لمنظمة الإيجاد أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في السودان مشيرا إلى التزام رؤساء دول وحكومات اللجنة الربعية بعقد اجتماع مباشر مع الأطراف المتحاربة كما أعلنت المنظمة التزامها بجمع مليون دولار من كل دولة عضو في الإيجاد لتقديم المساعدة الإنسانية ودعم السلام في السودان